مرحبا بكم في يومية جديدة من يوميات ماسترشاف جينيوغ وصول أربعة مشاركين للبرايم نهائي أثناء الإعلان على النتيجة النهائية كانوا كلهم أمل في مواصلة الحلم في الاختبار الثاني كانت لحظة صعبة على اليشاف وعلى المشاركين شكو المشاركين اللي غدين يمروا الاختبار نهائي؟ رانيا، كاميل، مريم أو عمار؟ بالنسبة المقبلة والطبق الرئيسي كانوا نيبو طالي إذن القد كار جالنا هو مريم بارك الله عليكم مريم براو عليكم براو 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 تسدلي شكرا جزي ومشيس بديش كندو في كل أم كي بحال هكا 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 وجيت لنا وقفص شكو اللي غدي بخام عنا فالنمو خامراء هو أو هي شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي كاميل شكرا جزي في هذه المستخشف مريم وهذه تمر بها إن شاء الله رانيا، عمار، تبارك الله عليكم ركبهم بدلتم جهولة كبير والحمد لله اللي وصلتوا لهنا احنا فقورين بكم إذن سلامة وكان بريكم بثائف عمار رانيا كي غادر المسابقة مع الأسف ولكن وصولهم للنهائي بحدة تفوز كبير عمار رانيا بينوا على أنهم قد دين يحملوا مشعل طبخ المغربي في مشوارهم في عالم الطبخ نخليكم دابا مع فقرة شيوة ليوم مع الشاف محمد نجودي اللي غدي قدم لنا وصفة ريزوتو بالخدار السلام عليكم معكم الشاف محمد أنجودي اليوم غدي نقدم لكم مصفة اللي هي طبق إيطالي اللي محبوب عند البراري الصغور للأطفال اللي هو تكون من مرق الدجاج ريزوتو اللي هو عبارة على روز غيروند شامبينيون اللي هو الفوكير للتحضير ريزوتو غدي خصنا نبدأ ونشعله لمقلادية لنا غدي نسخنو الروز واللول لانوالة بودا ما يسخنو الروز بعدها روز غند يعني يفه نشأ بزاف غدي نبدأ بشامبينيو دينا نقطعه تقطع ديالشامبينيو بسيط يعني كل واحد كيف تيبغي يقطع الشامبينيو بطريقته حاولت قطعه بس بات الطريقة وفي نفس الوقت هنشوف الروز ديالي ونحركو باش ماي باش غير يسخن شوية ونحط عليا المعرق ديالي اللي هو معرق الدجاج بات الطريقة من بعد فنزيدو قبصلة على المعرق بات الطريقة فنحط الملحة لا نضع الكثير لأن الفرومج بارميزون مالح لأنه لا يمكن أن نضع الكثير من الحق في نفس الوقت نحرك ثم نضع الكثير من الحق ثم نضع الكثير من الحق ونأخذ نقلاخرة باش نكملوا هدوك المكونات ديولنا زيت الزيتون هدين نديروا الشامبينيو ديولنا عندنا ملحة شوية ابزار ونحاولو نحركو لاتطريقة بالنسبة للشامبينيو ما تيه اخدش وقت كتير تيبغي بس تصوتي شوية إلا صوتتي بزاف دغياتي يمشي ودغياتي يخسر باشي بقفري منبعد طانح طفادي طومات اللي دعناها طبط طريقة روس ديالنا موجود غادي نحاولو نديروا في شوية ديال PARMIZON كاللي تيبغي ديال PARMIZON كاللي تيبغي ديال PARMIZON وتناخدو الصحن ديالنا ديال تقديم وتنبدو ريزوتو اللي وجدناه والول بتناخدو كويغ باتطريقة بتنحطو ريزوتو دياننا بتنحاول ناخد فرشات بتزين خضر اللي هي شامبينيو وماتيشا اللي منهم صوتي بهذه الطريقة بتنحاول احطوم تقريبا هدا ريزوتو كل خضر يعني بالنسبة الناس اللي ما تيأكلوش اللحم ولا ياخدو يا ريزوتو ومن بعد تناخد باروكت شوي نشي بزف نزين وشوي تزيت زيتون تبقى غير البارميزون لتزين طبق دياننا وجد وتنتمنين الاعجاب ديانكم وبصحور راحة هدا والشكل نهائي لطبق دياننا بصحور راحة حلقة نسلت اطلقوا غدافة يومية جديدة من يوميات مستر شاف جينيور